يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض أهلا بكم في حلقات تعليم قراءة سورة البقرة وصلنا لآية 267 من سورة البقرة مصحفنا معانا وإلمنا عشان نتعلم مع بعض ونقرأ القرآن بطريقة صحيحة يا أيها مد منفصل هل مد أربع حركات توسط يا أيها هل لها كده متصلة لكن هي طبعا معروف أنها منفصلة وشدد الياء وضمها وبين الها يا أيها الذين لسان يم السنان يوعد دخلوا جوه غلط وأتقول الذين غلط الذين يا أيها الذين آمنوا هنمد الهمزة حركتين اسمه مد بدل تلاقي الهمزة الأول وبعد كده حرف المد شايف كان هنا حرف المد ايه بعد الياه وبعد كده الهمزة هنا العكس هتكتب اتنين هنمد اتنين آمنوا هنضم الايه النون وبعدين حرف مد وبعد كده ايه الهمزة مد منفصل هنمد أربع حركات توسط يا أيها الذين آمنوا أنفقوا نون ساكنة بعدها فا هنغلنا حركتين ونعمل ايه إخفاء حقيقي والغلنة طبعا مرققة عشان حرف الفا مرقق أنفقوا أكسروا كويس وضم القاف مفخمة ومد المد الطبيعي أنفقوا من طيبات نون ساكنة بعدها طا اخفاء حقيقي تاني لكن هنا الغلنة مفخمة عشان ها حرف الطا أيوة كده من طيبات لكن هنا غلنة مرققة هنا غلنة مفخمة أشدد الياء واكسرها وبعد كده أكسر التاء طيبات ما كسابتم الباء الساكنة هنقلق لها كسب كسابتم وسكن الميم عشان مظهر عليها سكون كسابتم وخلي بالي هو عتختفي منك عشان بعدها حرف الوا ومن نفس المخرج كسابتم و كسابتم ومما ميم مشددة هنغنى حركتين ومما بعدها حرف مد وبعد كده همزة ماد منفاصل تاني هنمد ايه توسط اربع حركات ومما أخرجنا لكم الخاء وعطول أخ لا أخ الخاء حرف مفخم ورقق الهمزة بقى قبله أ أخرجنا الجيم ساكن حرف قلقلة هنقلقله أخرج أقول معايا أنت بتقولش اللي قاعد بتفرج وخلاص لازم تقول وتعلم في مصحفك العالمات أخرجنا لكم ميم ساكنة بعدها ميم متحركة هنعمل إضغام مثلين صغير هنغنى حركتين لكم مين ومما أخرجنا لكم من الأرض طبعا هنسكن اللام والرقاقة هي والهمزة قبل الرأي المفخمة والضاد الآ أفخم الرأي وسكنها الأرض وبينها الضاد لو وفت عليها لازم أبين ها الاستطالة استطالة من اللي دحك عليك وقال لك أبين الاستطالة الاستطالة دي يعني الحرف طويل لازم أبيني الرخاوة اللي هو صوتها اللي يمشي معايا لازم تبين إيه الرخاوة هو هتقولي الاستطالة ها ومما أخرجنا لكم من الأرض الأرض ده صوت الرخاوة ما الصوت الاستطالة الاستطالة ما لها الصوت الاستطالة يعني الحرف طويل الحرف إيه طويل إنما إنه دلوقتي طويل أو صير ليه صوت صوتي بقى عمل ايه هي دي الرخاوة ولا تيمموا ميه مشددا نقولناها حركتين ولا تيمموا الخبيث ايه وقتقول خبيث لا 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 زي ما الناس تقول خبيث لا خا الخا مفخمة الخبيث والثا ايه وقتقول خبيث لا كده غيرنا الحرف ده للسين لا الخبيثة منه هسكن النون على اسكن عشان بعدها تنفقون ننساكنا بعدها فا نعمل اخفاء حقيقي زي هنا بالضبط بس هنا قبلها ضمة منه تنفقون ولستم الميم مش عليها تشكيل عشان بعدها حرف البا فاعمل لها اخفاء شفا واغن حركتين ميم ساكنا بعدها با اخفاء شفا وي ولستم باخذيه الهمزة همدها حركتين وقت باثنين عشان مد ايوه اللي مصحصح مها ده ويقول معايا مد بدل زي امنوا باخذيه ايه وعا ما تمدهاش وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيه الذال ايه وعاية تخليها زي لا ذي اكثر الها الا ان مد ايه منفصل هالمد توسط اربع حركات الا ان تغمضوا وبعدين ننسى كنا بعدها تا اخفاء حقيقي والغنة مرققة عشان حرف التا حرف مرقق ايوه كده ان تغمضوا ايه وقتول تغمضوا تغلق الغين حرف مفخم وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ لو افتعل كلمة فيه الاول اكثر الفاء في والهاء لازم ابينها فيه فيه وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ايوه كده بين الهاء وَاعْلَمُوا أَنَّ مَادِّ مُنْفَاصِلُ ليه مادِّ مُنْفَاصِل اللي احنا قلنا عليه ده عشان حرف المادِّ في كلمة فيين حرف المادِّ الواوه وَاعْلَمُوا والهمز في كلمة تانية كلمة أنَّ اه يبقى مادِّ مُنْفَاصِل هنبدأ توسط أربع حركات وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ إنه المشددة قلناها حركتين أنَّ هفق خملام اسم الجلالة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عشان قابلوا فتحة وَالْهَاء مُرَقَّاقَة هفق خملام بس أنَّ اللَّهَاء وَاعْلَمُوا أَتْقُلْ هَا لَا غَنِيٌ إِلْيَأْمُنَ وَأَنَ مُشَدَّدَةَ ألاقي الضمتين فوق بعض ركبين على بعض كده أعلى مع الإظهار عشان بعدها حرف إِلْحَاء يبقى هظهر نون التنون الساكنة مش هون وَالْدَّالَ لَوْفْتَعَلْيَهَا هَقَلْ قَالْهَا لَإِنْ هَسَكِّنْهَا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ أَرَقَّقِ الْهَمْزَةَ أَا وَالْشِّينَ وَالْيَاءُ وَتُلْقَ الشَّيْطَانُ عشان الطَّام فخم فخم كل وضمها تمان لا أَا وَالشِّين شَاء وَالْيَاء يَا إنما الطَّاء الطَّاء الشَّيْطَانُ يَعِيدُكُمُ إيه وقت تقول يَعِيدُكُمْ تعمل اختلاس كده لا يَعِي يَعِيدُكُمْ تاني يَعِيدُكُمْ طب هو الاختلاس يَعِيدُكُمْ لا مش هنعمل كده يَعِيدُكُمْ وضم الميمة أَلْفَقَرَ أَرَقَّقِ اللَّهَمُ الْفَاء أَلْفَا وَفَخَّمِ الْقَفْوَ وَقَلْقَلَهُ وَالْرَّأَمُ فَخَّمَةُ أَلْفَقُرَ الشَّيْطَانُ يَعِيدُكُمْ وَالْفَقُرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءُ وَيَأْمُرُكُمْ أَسَكِّنِ الْهَمْ زَوَعَةْ قَلْقَلْهَا وَضُمِّ الْمِيمُ مُرَقَّقَةً لكن أَضُمِّ الْرَّأَمُ فَخَّمَةً وَيَأْمُرُوا وَيَأْمُرُكُمْ الميم مش على تشكيل عشان بعدها باء ها زي ولستم ها بيأخذ إخفى شفاغن حركتين وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءُ هنا مد واجب متصل المراد متصل لأن حرف المد هنا الألفة والهمزة في نفس الكلمة يبقى اسمه متصل هنمده ألا حجر بحركات الشيطان يَعِدُكُمُ الفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءُ والله أَرَقَّقِ الْوَا وَفَخَّمْ لم اسم الجلالة عشان أبلو فتحة وَاللَّهُ هنا نفس الكلام يوأتقول يَعِدُكُمْ لا يَعِدُكُمْ يَعِدُكُمْ مِمْ ساكِنة بعدها مِمْ متحركة إضغام مثل صغير وَهَنْغُنَّ حَرَكْتِينَ زَيْهِنَ لَكُمْ مِنَهَ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةَ رَقَّقِ الْمِيمِ مع الغُنَّ مِرَقَّقَ لكن الغَيْن مُفَخَّمَةَ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةَ مَغْفَخَّمَةَ مَغْفِرَةً مِنْه تَنُوِن بعد مِيم إضغام بغنّ هَنْغُنَّ حَرَكْتِينَ وَمِنْهِ زَيْهَ مِنْهِ دِي هَنْسَكِّنِ النُّون مُظْهَرَةً عشان بعدها وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا رَقَّقِ الْوَا وَالْفَا وَالْضَادَ أَسَكِّنْهَ وَابَيِّنْ مِنْ لِي لِسَّةَ بُقُلْ لِي الْاستطالة هينضرب دلوقتي وَابَيِّنِ الرَّخَاوَةً وَفَضْلًا 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 الصوت ده صوت لإيه؟ الرَّخَاوَةَ الْاستطالة مَنْهَا الصوت وَاللَّامُ لَوِفْتَ عَلِيهَ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْثِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا والله زيدي أرقَّقِ الْوَا وَفَخَّ مِنْ لَمْ أَبْلَا فَتْحَةً وَاسِعٌ هه تنوين بعد عين إظهار واسعٌ عديم اكسر الله مُسَكِّنٍ مِمْ لَوِفْتَ عَلِيهَ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُؤْتِ سَكِّنِ الْهَمْزَةً زي أَأْمُرُكُمْ وَكْسَرِ التَّاء الحِكْمَةَ سَكِّنِ اللَّامُ وَكْسَرِ الْحَاء يُؤْتِ الْحِكْمَةَ الكاف على هسكون لازم أبين الْهَمْس عشان مش هتظر لما باينتوش الحِكْكْكْ الهاوى ده اسمه الْهَمْس يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاء نُنْسَكِنَةً بعدها يَأْ إِضْغَام بغن هنغن حركتين وكلمة يَشَاء فيها مد ها؟ أيوة واجب متصل زي الفحشاء عشان إيه حرف المد والهمزة في كلمة وحدة يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاء وَمَنْ يُؤْتَ نُنْسَكِنَةً بعدها يَأْ نفس الحكم ده هنغن حركتين إضْغَام بغن الحكمة زي دي هبين همس الكاف وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا فَقَدْ أَرَقَّقِ الْفَاءَ فَخَمِ الْقَافَ أَقَلْقَ لِدَّا الْمُرَقَّقَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ هَ الهمزة بعدها حرف المد مد زي دي بدل زي دي مد بدل لكن هنا بتضم اكتب اتنين عشان هنمد حركتين فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا يوعد تقول خيرا غلط زي الناس بتقول خيري لا الخاء مفخمة خاء خيرا خيرا الرأم نوان بعدها كاف ها إخفاء حقيقة والغنة مرققة خيرا كثيرا إثا حفظ عليها يوعد خلاسين كثيرا والرأم نوانة لو يفتع عليها هنمد حركتين وضعا التنوين كثيرا لكن لو وصلت تنوين بعدها وإضغام بغنة كثيرا وما وما يذكروا إذا المشددة لازم بين الرخاوة إيه وعد تقول يذكروا غلط كده غيرت حرف يذ يذكروا وما تستعجلش عليها لأنها مشددة حرفين وما يذكروا إلا أولو الألباب إلا قلوا أيوة كده حفظنا مد منفصل جي كتير جدا حرف المد في إلا وقلوا فيها الهمزة هنمد توسط أربع حركات قلوا شايب بعد الهمزة واو الوودي زايدة يعني إيه زايدة؟ يعني لو مساحتها عادي كانها مش موجودة حطت تحتها غلط من الهمزة علام قلوا على طول يبقى الوودي إيه؟ زايدة سامع اللي بقول ما فيش حاجة اسمها حرف زايد أنا بشرحها لك ما بقولكش ده إن الحرف ده زايد في القرآن أنا بشرح لك وفاهمك إن الوودي إيه؟ مش هننطقها هتعتبرها كأنها غير موجودة طب هي محطوطة ليه؟ مش هقولك عشان اللي بيقول ده إيه؟ ما فيش حاجة اسمها زايدة هي لها سبب مش هقولك عليه اكتبوا لي في التعليقات اللي يعرف تمام؟ لا سبب؟ آه لها سبب لكن هي إيه؟ اعتبرها مش موجودة الألباب لو قفنا هنقلقل الباء وما يذكروا إلا أولو الألباب اللي وصل معها لغاية هنا وكمل فيديو وبقولك برافو عليك وعلم غيرك ما تقفش على إن انت تتعلمه بس لا علم غيرك اللي انت تعلمته اللي تعلمته ده ممكن أعلم غيري أيوه أي حاجة تتعلمها أعلمها لغيرك عشان تاخد ثواب تعالوا نقرأ لقائد كلها على بعضها يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِرُوا فِيهِ واعلموا أن الله غني الحميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُؤْتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ أسأل الله أن يؤسر لكم حفظ القرآن الكريم وأجمعكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والسلام عليكم